لو نائم إنسان نائم هل يجب علينا إيقاظه نعم شيخ كريم بكل الوسائل حتى لو كان كبيرا في العمر أو مريضا يعني وعدم المرات يعني للصلاة طبعا إيقاظه للصلاة نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسألة أولا ننظر إليها من ناحية النائم وننظر إليها من ناحية الموقز للنائم من ناحية النائم إذا أخذ بالأسباب ولم يستطع أن يقوم مثلا لصلاة الفجر أخذ بالأسباب نام مبكرا وضبط المنبه وعنده نية منعقد أن يقوم لصلاة الفجر ولم يقم فهذا لا إسم عليه الذي يوقزه طب نبحث فيه هل يأسم الذي يوقزه الذي يوقزه إذن لم يوقزه يعني أنت الزوجة تنام عن صلاة الفجر وأنت لم توقزها هل تأسم على ذلك يعني أنت المفترض وتعوانه على البر والطق وتعوانه على الاسم والعدوى النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل أنه إذا قام للليل وأبت امرأته نضح على وجهها الماء وكذلك العكس تنضح على وجهه الماء تنضح ما تجيبش دلو وتغرأه بيه تنضح يعني بأيديك كده أو بأيده ماء خفيفة بودي يعني أيوة ماء خفيفة طب إذا أيقظت ولم يستيقظ النائم ماذا تفعل؟ ألاسيب أنت هنا فعلت ما عليك ولا تأسم هذا كان صحيحا معافا نعم نعم